غير مسار البطولة لكن الحقيقة لم يغير تقدير الناس لما أنجزه بيتشو موسيماني وأنا هنا عايز أقول لكم حاجة النهاردة تقريباً الزميل أحمد سمير في برنامج السادسة تابعت كان معاه على التليفون من جنوب أفريقيا لعب سابق في منتخب جنوب أفريقيا نيل توفي اللي تابع فيكم الحلقة الكلام اللي الراجل قاله على بيتشو موسيماني وتجربته وعلى سعادتهم في جنوب أفريقيا بالنادي الأهلي اللي القرى كلها بتصفوا بعملاق القرى وإزاي قدر فعلاً يحط المدرب الجنوب الأفريقي أو المدرب الأفريقي عمتاً في مصف الاختيار والتقدير كونوا بيدرب عملاق القرى زي ما بيصفوه دي مسألة كانت لها تقدير كبير جداً فيه أرجاء القرى الأفريقية لقيمة وصمة النادي الأهلي والقرار النادي الأهلي قرار النادي الأهلي وقرار ركابة محمود الخطيب ولجنة التخطيط والمجلس الإدارة بالتعاقد مع بيتشو موسيماني له أبعاد كتيرة جدا في عمق القارة اللي مصر بترجع لها بكل قوة انت عارف يا أستاذ إبراهيب اللي بيهاجموا موسماني موسماني مش مقصودوش موسماني هم مدايقهم نجاحهم على الأهلي هم بعضهم مش طايق نجاح الأهلي مش طايق نجاح الأهلي لكن سيف ظاهر طايق نجاح موسماني جهاز النادي الأهلي الفني مكمل بالكامل الموسم القادم وتقييمه وتقييمه هذا الموسم جيد جدا بغض النظر عن مين حياخد الدور الممتاز الراجل قدامنا على شاشة ده لازم نديله حقه ولازم يبقى عندنا ثقافة ان الرأي يفضل ثابت ممكن يكون فيه ممكن يكون فيه سلبيات وارد ولكن لازم يكون فيه تأدير لبطولات كتيرة جدا دخلها أخذها أخذ العلامة الكاملة أخذ العلامة الكاملة لازم نتغير لازم نطلع بره حتة توجيه النقد في حالة الخسارة وأن البيت كله يتهدم والدنيا كلها طوع لا وأعتقد أن جمهور الأهلي عامل مشهد كبير جدا وراء مصماني جمهور الأهلي يحضر وقت الأزمات يطلع وقت المشاكل يكون موجود في أي خسارة عشان يدعم ويفوق الأهلي ليه بطل لأن جمهور الخسارة ما بتاخدش معاه أكتر من دقايق عشان عارف أن بكرة فيه بطولة جديدة وعارف أن بكرة فيه رقم جديد أنا متأكد أن جمهور النادي ألالي كما قال محا الكابتن سيف زاهر يعي تماما حجم النجاحات التي حققها الأهلي وأنه عاش معظم إن ما كانش كل الطموحات خلال الموسم الماضي والموسم الحالي هرب من هنا البطولة بأخطاء فادحة في الأمطار الأخيرة برغم أخطاءنا الفادحة اللي ما كان لهاش مبركة ممكن تقينا شر هذا هذه الأخطاء التي أودت بفرص النادي الأهلي ولكن هذا إطلاقا لن يضعف ولن يسلب الأهلي وجماهيره لا ثقة فريقه ولا فرحته بمنجزاته ولا بابتخاره بالمكان التي وصل إلى العنى دي الأهلي ولا تطلعاته للي جاي لأن اللي جاي أكبر وأهم وأعظم اللي جاي للأهلي في كأس العالم للأندية وأيضاً بدء الموسم الجديد بكل قوة إن شاء الله سعياً للفوز بكأس مصر وبكأس السوبر وأيضاً بدوري أبطال أفريقيا اللي السنة الجاية الحداشر هيبقالها طعم كبير جداً لأنه عايز أقول لكم سريعاً أو الجديد ثلاث مرات متتالية الأهلي نفسه ما عملهاش في السابق مرتين للأهلي مرتين لمازنبي مرتين للوداد ده أخصى حاجة لكن أن يكون لهذا الفريق فرصة أو لهذا الجيل فرصة لإحراز ثلاثية متتالية ده هيكون شأن عظيم